دلماعة مشاهدين الساعة 8 معادنا مع موجز لأهم الأنباء مع منا الشراء ويتفضل يا منا شكرا لك أحمد التامنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزازه بما يجمع مصر وسنغال من روابط تاريخية ممتدة وتطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة لهما وللقارة الأفريقية وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظره السنغالي ماكيس سال أشار الرئيس السيسي إلى أنه بحث مع الرئيس السنغالي العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين وأكد الرئيس السيسي أهمية تضافر الجهود القارية من أجل ضمان وصول اللقاحات إلى الدول الأفريقية كافة وأشدد الرئيس السيسي على أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن وذلك في إطار زمني مناسب ودون آية إجراءات منفردة وأشار الرئيس السيسي إلى أن مباحثاته مع نظره السنغالي ماكيس سال تنولت رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدرا للتعاون وتنمية وشريانا حياتي جامعا لشعوب دول حوض النيل تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إطلاق الطيار الكهربائي لبدء التشغيل التجريبي لمشروع القطار الكهربائي الخفيف L-RT وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة لانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة لما تمثله من نقلة نوعية وإضافة حضرية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن وتتواكب مع عمليات التنمية الضخمة التي تشهدها مصر حاليا وخلال الجولة اطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لأعمال تنفيذ المرحلة الثانية التي تنتد بعد محطة الفنون والثقافة حتى المحطة المركزية التبادلية مع القطار السريع بطريق السخنة بطول أكثر من 18.5 كم وتشمل أربع محطات أكد وزير الخارجية سامح شكري على العلاقة الأخوية الوطيدة التي تجمع مصر والكويت والشعبين الشقيقين وأهمية مواصلة العمل على تطوير مجالات التعاون التنائي جاء ذلك خلال لقائه مع أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت وذلك في مستهل زيارته الحالية إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع التشوري لوزراء الخارجية العرب وأشرت وزارة الخارجية في بيان إلى أن اللقاء تناول مواقف البلدين إزاء التحديات الرهنة وأبرز القضايا محل الاهتمام من الجانبين بما في ذلك الوضع في لبنان هذا وأكد شكري خلال اللقاء على موقف مصر ثابت من رفض أي تدخلات في شؤون الدول العربية ومساندة مصر لأمن واستقرار دول الخليج العربي باعتباره وثيقة صلة بالأمن القومي المصري أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 891 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 354 ألفا و300 حالة وأشرت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحورته لافتة إلى وفاة 44 حالة جديدة ورياضيا يواجه المنتخب الوطني اليوم نظيره المغربي في قمة مرتقبة ضمن منافسات الدور ربع نهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية كان منتخب مصر قد حصل تأهل لهذا الدور بعد فوزه على كودبوار بركلة الترقيح بنتيجة 5 أربعة فيما بلغ المنتخب المغربي الدورة ذاته بعد فوزه على ملاوي بهدفين مقابل هدف وحيد ختم موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل